بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم وروحه وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سبيع عليم إذ قالت عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السبيع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنفا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنفا وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بطهول حسن وأنبتها نباتا حسنا فكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا محراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هبري من لذنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أما يكون لي غلام وقد بلغني الكبر والراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبتار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقوا لأقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يحتصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسس لي بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنزيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ونصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منه الكفر قال من أنصاري إلى الله قال المحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكنين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم مجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتنوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ترجمة نانسي قنقر